الرئيس الامريكي جو بايدن ارسل جاك سوليفن مستشار الامن القومي الامريكي لاجتماع مع ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان الظاهر من الاجتماع وما ذكره من بيانات بيقول ان نكلم على القضاء الاستراتيجية والعلاقات في المنطقة والعلاقات الامريكية السعودية يعني كلام ذكر في الاعلام كلام عام هذا هو المعلم وطبيعي ان يذكر هذا واتكلموا على بعض الحديث السابقة ما بين الادارة الامريكية والسعودية وصوب التطوير هذه العلاقات والحرب في اليمن وتمديد الهدنة ومحاولة حل الاصراع الى اخر هذا الحديث ولكن الكاتب الامريكي الشهير توماس فريدمان نشر مقالا مهما في مجلة او في جريدة نيويورك تايمز الامريكية هو بيكتب فيها بانتظام وانا دايما ببحريس في البرنامج ان انا اقدم لكو ماذا يحدث وكيف يفكر العالم برا وايه اللي بيذكر في الاعلام الغربي والتحليلات الغربية على وجه الخصوص توماس فريدمان بيتحدث عن صفقة يريد ان يطرحها او يتحسس امرها الرئيس الامريكي جو بايدن وقال ان الكلام ده مبني على لقاء قريب كان منذ اسبوع ولا ما شابه بين فريدمان وبايدن واضح ان الرئيس جو بايدن يريد ان يحدث امرا ما في الشرق الاوسط ربما دا يفيده في المراحل القادمة من الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة واحنا نتذكر ان الاتفاقات الابراهيمية عقدها الرئيس دونالد ترامب وكانت نقلة كبيرة سواء كان اتفاق الامارات مع الاسرائيل او البحرين والمغرب ايضا مع اسرائيل يعني كانت نقلة مهمة جدا في منطقة الشرق الاوسط الولايات المتحدة الان تريد مشروعا للتطبيع ما بين السعودية واسرائيل ولكن هي تدرك طبعا ان القيادة السعودية قد لا تمضي في هذا الطريق بسهولة وتدرك ايضا ان المسألة فيها يعني جوانب والتباسات كثيرة واعتبارات متنوعة فالصفقة التي تحدث عنها توماس فريدمان في مقاله ويبدو انه يسرب الامر عمدا يعني بينشرها بشكل واضح لان ده اصار كمان ردود افعال في الصحافة العالمية وتعليقات بيقول ايه بقى توماس فريدمان بيقولك ان الولايات المتحدة تريد ان تقدم ضمانات دفاعية للسعودية بان الولايات المتحدة ستدافع عن السعودية عسكريا اذا تعرضت لاي اعتداء ده اول حاجة الولايات المتحدة تقدم ايضا للسعودية البرنامج النووي السلمي الذي تتطلع اليه يعني بمتابعة او برقابة امريكية ايضا الولايات المتحدة تريد من السعودية علاقات تطبيع مع اسرائيل في مقابل ان تتعهد اسرائيل بانها ستوقف الاستيطان في الضفة الغربية وستمتنع عن ضم الاراضي من الضفة الغربية وبذلك تكون حسنة الاوضاع في العلاقة مع الايه الفلسطينية طبعا التطبيع ما بين اسرائيل والسعودية يفتح امام اسرائيل العالم الاسلامي السعودية بيها المقدسات الاسلامية العظمى والكبرى لدى المسلمين مكة والمدينة وهذا يفتح الباب والسبيل امام الدول الاسلامية في العالم كله ان تكون لديها علاقات مع اسرائيل طبعا توماس فريدمان مرر هذا الموضوع واحدث الجدل اللي هو يبدو كان يريده او تريده الادارة الامريكية من وراء تسريب الامر الذي تزامن مع الزيارة اللي قام بيها جاك سوليفن الى السعودية طيب هل يمكن ان يتحقق ما ذكروا توماس فريدمان؟ يعني هل الصفقة التي يريدها جو بايدن ممكن تتحقق؟ في تحقيق نشر اليوم في جريدة الجارديان البريطاني هذا التحقيق اعتمد على اراء خبراء مهمين جدا لديهم معلومات في منطقة الشرخ الاوسط يعني انا اعرف بعضهم وبقرله مقالات فلما لقيت ان هو مدي احاديث فادركت ان ما ذكر هو ايضا تحليلات عميقة بناء على معلومات وليست مجرد تكاهنات من كاتب او محلل او ما شابه اول حاجة هل تقبل السعودية هذه الصفقة الاجابة بلا بالنسبة للمحللين ليه اولا العلاقات ما بين الادارة الامريكية الحالية برئاسة جو بايدن والسعودية ليست في اسعد صورها او ليست في اسعد حال السعودية او الادارة السعودية او حسب ما هو منشور لا تريد مرة اخرى جو بايدن في البيت الابيط هي كانت تفضل دونالد ترامب ترامب ايد الحرب في اليمن ترامب لم يفتح ملفات شائكة بالنسبة للحكومة السعودية ولكن جو بايدن فتح هذه الملفات سواء ما يتعلق بحول انسان او هيرو وحاول بقدر كبير جدا ان يضيق حركة هذه القيادة السعودية او الادارة السعودية في وقت من الاوقات قبل ان يعود اليها طارقا ابوابها في حالة احتياج ليها في النفط وخلافه بعد تفجر الحرب في اوكراني اتنين اعضاء الكونجرس هيختلفوا حوالي المسألة دي طب ليه الاعضاء الجمهوريين مش عايزين يدوا مكسب لجو بايدن لان ده يبقى مكسب كبير لو تحقى فهو مش عايزين يدلوا المكسب ده ليه هم متطلعين للحصول على البيت الابيض واغلى بيت الكونجرس في الانتخابات القادمة فيدولوا ليه المكسب ده وهو رجل ديمقراطي والحزب الديمقراطي يدولوا ليه المكسب ده الديمقراطيين برضو لن يمضوا مع بايدن في هذا المجال ربما ليه اعتراضهم على فكرة ان تتولى الولايات المتحدة مسألة الدفاع الكامل عن السعودية او ما شابه وايضا ربما الاعتبارات الاخرى تتعلق بالعلاقات ما بين الطرفين والحكم والما شابه طيب احنا نسينا حاجة مهمة جدا احنا مش نسينا ولا حاجة بس يعني قصدي خارج التحليل ده اسرائيل اسرائيل يعني بين يمين نتنياهو ده مش مفعول به يعني هو في الاول وفي الاخر لن يقبل هذا هو بيقود حكومة يمينية قومية متشددة جدا وإحنا شايفين المواقف اللي هي بتقوم بيها لن يوقف الاستيطان ولن يعطي وعد بإيقاف هذا الاستيطان ولا ضم الأراضي لان ده يوقع حكومته لدي كثير من الأصوات شديدة التشدد والتعصد داخل حكومته ففكرة انه يقدم هذا طبعا الحصول امامها على تطبيع مع السعودية دي طبعا حاجة كبيرة لكن في نفس الوقت هو يرى ان التشدد تجاه الموقف الفلسطيني او تجاه الفلسطينيين عامل توحيد لحكومته وهو بيواجه دوء ازمات ومظاهرات وتحديات كثيرة جدا على مستوى الشارع فمسألة ان بن يمين نتنيه ويقبل هذا دي يعني عليها تحفظات كثيرة ايضا الفلسطينيين هل يقبلوا هذا يعني وعود وضمانات وتتحقق بعدم التوسع وعدم ضم اراضي وعدم الاستيطان لكن لا تتعامل مع الدولة الفلسطينية ولا حل الدولتين ولا كل المشروعات اللي كانت مطروحة قبل هذا وحل الدولتين حاليا مش على مائدة المفاوضات رغم انه هو حل يعني قدمة من الحزب الديمقراطي اللي هو في عهد باراك اوباما ويستمر بايدن لكن بايدن خفف بعض الشيء من العلاقة بين اللولايات المتحدة والفلسطينيين اللي سائد جدا في عهد دونالد ترامب لكن لم يمضي قدما في طريق استئناف المفاوضات مرة اخرى او حل الدولتين ايضا السعودية السعودية لديها طموحة في الاقتصادي وتنوع منتج الاقتصادي ودورة على مستوى العالمي وايضا مشروعها النووي السلمي ولا سيما ان ايران لديها هذا المشروع فاذا فهي دائما لا تريد ان تضحي بهذه الفكرة واعلنتها وتمضي فيها فاذا الصفقة التي اعلن عنها اما لجس النبض او لمحاولة ترويج هذه الصفقة عبر الكاتب الكبير الامريكي توماس فريدمان هي اثارة جدل واثارة لغط وهتظل تصير هذا الموضوع الهيام القادمة لكن من الواضح بالنسبة لكثير من المحللين والخبراء والذين على معرفة باحوال الشرق الاوسط وسياساته ان الافاق المفتوحة امام هذه الصفقة تكاد تكون ضعيفة جدا ان لم تكن معدومة